يوما بعد يوم تتفاقم أزمة المياه في العراق لتصل إلى مستويات غير مسبوقة حيث سجلت مدن جنوبي وشرقي البلان حالات نزوح جماعي لسكان القرى ومربي الجاموس بفعل تراجع مناسب المياه وسط فشل حكومي وصل إلى حد الإهمال في إدارة ملف المياه وهذا ما أكده تقرير لموقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مبينا أن السلطات الحكومية في العراق لا تكترث لمخاطر تفاقم أزمة الجفاف والتغير المناخي التقرير الأوروبي بيّن أن الشلال السياسي والمنافسة الشديدة بين الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة يجعل الحكومة بعيدة عن توفير الخدمات للمواطنين ومنشغلة بقضايا أخرى يكمن خلفها الفهم الضعيف لتغير المناخ أما برنامج الأمام المتحدة للبيئة فقد أشاره الآخر إلا أن العراق يحتل المرتبة الخامسة لأكثر البلدان هشاشة على مستوى العالم من حيث شح المياه وما يخلفه من هجرة داخلية للفلاحين يضاف لذلك انخفاض الخزين المائي في البلاد بنسبة 60% مقارنة مع العام الماضي بإقرار وزارة الموارد المائية الحالية تفاقم أزمة المياه في العراق تتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لانضمام الأهوار إلى لائحة التراث العالمية ووسط دعوات مسؤولين ومنظمات بيئية إلى أعلان الأهوار منطقة منكوبة مؤكدين جفاف معظم مناطقها ونفوق الأسماك والكائنة الحية فيها مع تأكيد خبراء الاقتصاد من أن سياسة إيران المائية تجاه العراق أسهمت في تهديد الأمن الغذائي والمائي وزادت من نسبة التصحر وعمقت الفجوة الزراعية في البلاد التطورات الأخيرة تأتي في ظل مخاوف كبيرة من السنزاف الخزين السراتيجي من المياه الجوفية التي يمتلكها العراق في ظل السمرار العجز الحكومي عن معالجة أزمة جح المياه المتفاقمة أصلا منذ عام 2003 وإلى الآن اشتركوا في القناة